طيب العاجل اللي وردنا الان متحدث باسم الجيش الاسرائيلي اعتراضنا عدد غير قليل من الصواريخ الايرانية وهناك اصابات محددة وايضا نقلا عن مسؤولين اسرائيين الرد الاسرائيلي على ايران هذه المرة سيكون مختلف ووكالة انباء فارس تتحدث عن مسؤول الايران اكثر من ثمانين صاروخ اطلقى الحرس الثوري واصاب اصابات اهدافها بشكل مباشر اذا اصابات للاهداف مباشرة الحرس الثوري تتحدث واسرائيل تتحدث عن رد مختلف سيادة العميد سعيد القزح رحبك من جديد شو رح يكون الرد المختلف من وجهة نظرك بجدد تحية لحضرتك وضيوفك الكرام ولكل اهل العراق اهلا وسهلا كنت سألتني عن الرد الايراني زي بدأ نعم انتظر كل كل محور الممانعة وكل العالم كان ينتظر ما ستقدم عليه ايران من رد على الصفعات والضربات التي وجهت اليها ولمحور الممانعة من قبل اسرائيل نعم وكان الكل يقول ان لم ترد الان ايران فأي متى ترد والكل كان يراهن على ان ايران لن ترد لان مصالحها الاقتصادية صحيح ومفاعلها النووي وعلاقاتها الخارجية في الميزان نعم وكان وكنا نستمع الى الرئيس الايراني وهو يقول عن الامريكيين بانهم اخوة وانهم ليسوا اعداء صحيح وكان في مجلس الامن يحمل غصن الزيتون صحيح ولكن اي اقليمية ولها هبتها وهي تحمي ازرعها او انها ستصبح دولة مثل بقية الدول يعني الرد هو